السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته لون الاسود فيه الوان كثيرة حق الكاميرا هذي فان اخترت اللون الاسود وهذه الكاميرا الكرتون يحتوي على اللو هو فنعدل الكرتون يحتوي على اللو هو الشارات السراضية البطارية واير يو اس بي والشاحن خاص حق البطارية والخيط هذا عشان تربطها ما تضيح منك عموما هذي الكاميرا وهي جدا قبل لا استلمها انا قدت فكرة كافية عنها كنت حاط بالنا رح تكون ممتازة لكن بعد استخدامي لها لكذا ساعة فاقت تصوراتي صراحا الكاميرا شوفت عنكم صغيرة رح نقارنها على سميثال في جهاز اللي هو الايفون 5 شوف الحجم هذا فرق بالحجم رح تعرفون ش كبر الحجم الكاميرا من ناحة العرض طبعا اعرض من الايفون 5 بشكل كبير جدا المهم هذا الكاميرا سهلة جدا للتنقل الوضع فيه اللي هو الجيب او فيه اللي هو اللي هو التعامل معها دعنا اعدل فوكس عليه مرة ثانية حلو زر اللي هو حق اللي هو تكون فل اوتوماتيك او مانول المانول اللي تختاره رح تختار الاشئالات البسيطة لانه هي كاميرا مو احترافية فالتالي رح تكون اللي هو تعاملها بسيط جدا من ناحية اللي هو المانول انه تختار مثلا اللي هو التصوير المايكرو او البانوراما او غير ما شاء الله تالي وزر الباور تشغيل الكاميرا لما تشغلها شوف الحجم الكامل الجاة الكاميرا جدا صغير يعني ما رح يعطيك اللي هو الحجم اللي متوقع نتكون كبيرة جدا بس هذا الشي البسيط اللي رح يزيدن عندها طفيها مرة ثانية وزر ايضا التقاط اللي هو الصور الثابتة وهذا اللي هو السويتش حق اللي هو الزوم من ناحية الخلفية او اللي هو صوب الشاشة تمتلك شاشة اللي هو تمتلك شاشة اللي هو 3 انش او 3 انش من نوع LCD فاقت الوضوح تظهر لك الصور او الفيديو اللي التقاطه في الكاميرا هذي شي ممتاز جدا زر خاص لتصوير الفيديو من جالة ضغطك لهذا الزر رح تبدأ في تصوير الفيديو والسويتشات الخاصة في اللي هو الفلاش ونوع التصوير اذا كنحطه تعالى المانو المود تختار النوع التصوير مايكرو مثل ما قلنا بانوراما بورتراي وزر اللي هو البلايباك او عرض الصور الملتقطة وزر المنيو للدخول اللي القائمة داخل تغيير اللغة تغيير اعدادات معينة في الكاميرا بهذا الزر من الاسفل يوجد بس اللي هو مجرد حق الترايبود وهذا المكان اللي يركب فيه البطارية والاس دي كارت من تحت ما في شي ثاني الجنب هذا ما في شي ثاني والجنب هذا الصوب اللي هو المكان اللي ركبت في الخيط مكان اللي توصيل اللي هو الـ HDMI ومايكرو USB هذا الكاميرا بشكل كامل مثل ما قلنا بوينت انشوت الفوكس ما لها ممتاز تصوير الفيديو ما لها ما رح اكلمكم عنه تابعوا باقية المقطع وبالنهاية المقطع شوفوه اللي هو تلقون اللي هو سامبل او شي تجريبي عن تصوير الفيديو حق الكاميرا بس تأكدوا ان كل من تشوفوا المقطع تختارون اعلى درجة في اليوتيوب اللي هو رح اكون في 1080 عشان تشوفون الجودة التصوير الفوتوغرافي والفيديو الكاميرا ما رح اقول لكم 10 من 10 عشان دقوني مبالغ فيها ويتستحق 10 من 10 رح اقول لكم 9 من 10 عشان يكون حقاني لا بد يكون فيه 1% شي ما يعجب الناس مثل كشكل شغلة بس ان انا من وجهة نظري تستحق 10 من 10 في مستواها في فئتها عفوا لكن رح اطيها 9 من 10 تابعوا معي باقية المقطع شوفوا اللي هو السامبل عن الكاميرا وحكم ان شاء الله بنفسكم كاميرا اقل من 200 دولار شوفوا نتائجها من ولاية القصور العظمة في دولة الكويت الحبيبة مع ظهور الشمس الصبح وهذه الشمس وقع نصور المقطع هذا تجربة للكاميرا اللي هي الباورشوت من كانون 1110 اتش اس اتش اس وابين معاكم الحين اللي هو المانع الاتهزاز اللي قع شوفوا حين قدامي بالكاميرا او بالعدس الشاشة مت الكاميرا انه ثابت التصوير على الرغم من المطبات واصلا قيادة السيارة التصوير ابو بالكاميرا واختيارة هذا حالها نزلت من السيارة منطقة قريبة من البيت قاعدة المشي طبعا المشي هذا يهم يبين إذا كان له فيه ستاب العزرائش أو لهو منع اعتزاز أيضا شوف اللون الأخضر هذا قدام الشمس وهنا مع اتجاه الشمس سوف يكون طبعا اوضح الصورة سوي حركات يلا هل يشوفني يقول هذا الشل عموما اعتغل صورة جودة تصوير الكاميرا إن شاء الله أنا زين ممتاز سوي حركة بس أخيرة تركيز هذا هو الأوتو فوكس وعزلة الخلفية وعزلة الخلفية من حركات المصورين يعرفونها بشي ذي يقدر قول بينا إن شاء الله لهو ريفيو كامل حق الكاميرا وجودة تصويرها إن شاء الله فاتكم من لهو المقطع وصفته من نوع الكاميرا اللي رح تفيد إن شاء الله ناس كثيرين بحجمها صغير ومكانياتها الكبيرة إن شاء الله فيما الله اشتركوا في القناة